ثمانية وثلاثين دقيقة في كلم رئيس البلدية. اليوم رئيس البلدية متاعنا اللي تصلت بينا البارحة مواطنة. آآ من المنيهلة وان شاء الله بش نتصلوا آآ ونصقنا كنا نصقنا مع رئيسة بلدية المنيهلة العليا اللي بش نمشيوا بحدها بش نطرحوا مشكلة الارصفة من غير المعقول الصور اللي وصلتنا زادة وانه الناس ما تلقاش بالحق وين تتعدى الكياس ومعبي ديما الكياس بالكراهب كيف زادة الارصفة معبية ولكن مش بالعبية الارصفة معبية بالخردة وبتاع الاحوانة اللي موجودة لغاديكا. احترال الارصفة موضوع مهم جدا نطرحو ان شاء الله آآ اولى مواضينا اليوم ولكن تقريبا الاسابيع القادمة الكل مش نطرحو كل الآآ على كل الرؤساء البلدية شاصلوا بهم على احترال ارصفة شون يعملوا فيهم. عليش ما يطبقش القانون. وين تطبيق القانون وتطبيق آآ الاوامر البلدية. على كل هذا كل تنطقشو ان شاء الله بارتير ثمانية وثلاثين دقيقة مقبلها كل توت سويت نعملوا طلع على اخبار الافلاحة. نبدوها باش اليوم باش نحكي واش خاصوها على الصيدة البحرية تونس اللي تكسب مية وستة وثمانين مليون دينار من متوجات الصيدة البحر مع موافظ سبتمبر الفين وثمنتاش مقابل مية وثلاث وسبعين مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة تلفين وسبعتاش مدفوع اساسا بزيادة كمية الصلعة تون. عرفتو سلطة اه سلطعون? عرفتو ولا لا? عرفتو صار سلطعونة اي نعم. اللي هو وشكون? اللي هو وشكون? اللي هو وشكون? جارنا. لا لا مش جاركم عرفتو كداعش البحر اذاك اللي مسمينو ذاك. اللي جانو في فترة معينة والبحار يسمو داعش البحر على خطر يقص الشباك متاعو. وضعفت صادرات الاحياء المائية زادة رغم ارتفاع واردات البلاد من الطنة الاحمر صدرت اه اه وصدرت تونس وفق بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموردة المائية والصيدة البحري بحلول وفو شهر الفين سبتمبر الفين اه وثمونتاش. ثمونتاش نلف وميتين واحدشن طن من من توجد الصيدة البحري بقيمة كما قلنا تلاثمائة وثمانية وسبعين فلساتة مليون دينار مقابل الربعتاش نلف وميتين وسبعة طن بقيمة ميتين وثين وتسعين فسل خمسة مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة تلاثين وسبعتاش وان ارتفعت من حيث الكمية باربع علاف وثلاثة فصل تسعة اطنين اه اي اثمانية وعشرين بالمية ومن حيث القيمة بستة وثمانين مليون دينار اي تسعة وعشرين بالمية. الارتفاع هذا من حيث الكمية اه الى الى زيادة في كمية السلطعون المصدرة حيث مرت من تلاثمائة وثين تسعين فسل خمسة طن خلال تسعة اشهر الاولى من سنة تلاثمين إلى حوالي 2225.6 طن خلال نفس الفترة من سنة 2018 يسحب الارتفاع في القيمة من 2.7 مليون دينار سنة 2017 إلى 14.5 مليون دينار سنة 2018 ضعفة زادة صديرات التربية الأحياء المائية أسماك لوراتا متعنا إلى أكثر من مرتين ونص مقارنة بنسبة الفترة من سنة 2017 وإن ارتفعت من حيث الكمية من 944.8 طن إلى 2460 طن من حيث القيمة من 12.1 مليون دينار إلى 34.8 مليون دينار القيمة تصاديرات الأخطبوت القرنيت زادت زادة وبحوالي 19 مليون دينار ناتجة أساسا عن تحسن في معدل أسعار عند التصدير بنسبة تطور 61.3% كيف وردت منتوج الصيد البحري إلى موفى شهر سبتمبر 2018 بلغت 32.406.7 طن بقيمة 192 مليون دينار مقابل 21.313 طن بقيمة 119.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 وإن سجلت ارتفاع من حيث الكمية بـ 18.093.6 طن 52% من حيث القيمة بـ 93 مليون دينار تقريبا مؤشرات إيجابية نلقاها في صديرات الصيد البحري وهذا اللي نكمل به أخبار الإفلاح اليوم